بالله الحقيقة احنا مع اللي انا قلته ان المدة كانت طويلة قوي ان احنا ندخل وما ننجحش وندخل وننجحش بس اول ما نجحنا بقى ابتدينا ان نبقى عندنا رؤية تانية وعندنا استعدادات تانية لانه احنا كان عندنا جماعية عمومية من حوالي شهر وكنا عارفين ان احنا دخلنا لسكواش فجماعية العمومية قررت انها تبقى فيه لجنة منعقدة بصفة دائمة تشتغل الشغل بتاع السكواش بتاع الاولمبياد بس لان احنا عندنا زحمة شغل كل يوم عندنا بطولات وعندنا مسابقات وعندنا حاجات كتيرة قوي ما يصحش ان الامور تبقى مختلطة ان الشغل اليومي يبقى مع الاولمبياد فاللجنة بتاعت الاولمبياد دي هتبقى فيها كفاءات يعني متميزة طبعا هيبقى فيها كابتن كريم دارويش طبعا بصفة طنائب رئيس اتحاد الدولي وراجل فني على مستوى عالي وهنختار لها برضو بعد النوايات اللي هي الكفاءات اللي احنا محتاجينها في مثل هذه الظروف مش هتكون زحمة قوي لكن هيكون فيها كل الكفاءات اللي تضمن ان احنا نكون ماشيين كويس فيها حد شاطر في المدربين شاطر في العيبة يقدر يضيف في الحتة دي يعني هي مش لجنة يعني عشان تتحط في الجاكتة لا هي لجنة فيها شغل شغل كتير قوي 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 اللجنة دي هتبقى من شأنها انها بقى تنظم الدنيا خلال السنين الجاية اللي هي لغاية لوس انجلوس ان شاء الله احنا انا متخيل ان من هنا لوس انجلوس مش فترة كبيرة يعني انا شايفهم شايفها زي كده بكرة يعني هتعمل ايه هتنظم الفئات العمرية هتعمل ايه احنا من هنا لـ 28 هيكون في ناس اتحركت من فئاتها العمرية اللي احنا متربعين عليه يعني بصي لو حطتلك اطار كده للفكر بتاعنا كالتحات مبني على ان احنا نختار مثلا اربعين او خمسين لعيب ونخليهم دول هما البوتقة بتاعتنا اللي احنا دول بقى هيبقى فيهم مختلف العمر المختلف العمر دي هيبقى فيه ناس كبرت وفيه ناس لسه صغيرة وفيه ناس لسه تقدر تكمل فالقصة دي عايزنا نختار هذه المجموعة اللي هي بالعدد ده ونديهم بقى نخصصنهم مدربين من اللي هما ناس الكفاءة العالية جدا اللي هو يقدروا انهم في الاستثمار في اللعبين بالزبط بالزبط بس مش استثمار في اللعبة بس استثمار في اللعبة وفي المدربين لانه المدربين دلوقتي انا اكتشفت انهم اخطر بكتير من انهم يعني مطلوبين جدا انهم يسافروا فانا يعني خايف وقت وقت ما لاقيش العدد انا عشان زي ما عندي خطة لدعم اللعبين ونشرين لازم يكون عندي خطة كمان لدعم المدربين فشايف ان دي الاطار بتاع الخطة احنا عندنا 40-50 لعيب وعندنا مثلا 20-25 مدرب نقدر ان احنا نقدهم بكفاءة عالية جدا علشان خطر يقدروا يوكبوا المرحلة الجاية ويقدروا يطلعوا لنا النتائج اللي احنا نفسنا فيها الاجانب فيه حاجة مهمة جدا احنا لسه لم نقف على كيفية التأهيل يعني التأهيل للأولمبياد لسه الاتحاد الدولي وانا متصل بكريم في الموضوع ده علشان خطر يديني النتائج ده كان السؤال حد اتجاوبتا عليه دلوقتي ده كان السؤال اسأله خضرتك اقولك الاستعدادات للأولمبياد هل بيكون مختلفة عن باية البقر؟ لسه مش عارفين بالزبط هيختروا لنا انهي موديل علشان نقدر ان احنا يعني هل هياخدوا من افريقيا بس هل هياخدوا من العالم هل هياخدوا بالترتيب بتاع البي اس اي يعني فيه كذا حل بس احنا هم محددوش بالزبط فالتأهيل ده هيحدد لنا خطط اخرى نقدر ان احنا نعتمد عليها علشان خطر نوصل لاحسن توليفة ممكنة من ال يعني انا متأكد انهم هم هيعملوا خطط بحيث ان احنا يعني يعني ما ينفعش نستحوذ على كل المدليات يعني لازم العالم كله يبقى عنده الفرصة انه هو ينافس على المدليات فانا ده انا تفكيري لنا يعني المحلي ممكن كريم يبقى عنده تفكيرات اخرى ما بيقوليش عليها بس لازم يقولي عليها اشتركوا في القناة